ان اربيل وجهة جديدة للقائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء مصطفى الكاذمي يرفع بها عنوان المواجهة المباشرة لمن يحاول الذهب بالعراق الى ساحة تصفية لحسابات خارجية تلك الرسالة التي اوصلها مباشرة لوزير خارجية امريكا لكن زيارة الوفد الذي ترأسه الكاذمي ورفقه به وزراء الدفاع والداخلية ومستشار الامن القومي كان عنوانها الغاضب على ما تعرضت له اربيل من هجوم صاروخي تبنته ايران لاول مرة كاعتداء بسواريخ باليستية من داخل الاراضي الايرانية على سيادة العراق وامن شعبه اعاد حسابات العراق السيادي والسياسي والامني في محاسبة الاعتداء الذي وصف بمثابة اعلان حرب على العراق وشعبه كذلك اكد الكاذمي بلقاء رئيس الاقليم نيجير فان بارزاني على الدفاع عن سيادة البنات وحماية امنه واستقراره لقاء كبار المسؤولين في بغداد واربيل على ارض كردستان العراق يوحد الصف اليوم بلغة الخطاب الوطني والامني المطلق الذي اعلنه الكاذمي من خلال لقاء مباشر مع رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني الذي حمل عنوان مواجهة اي معتد على استقرار وامن العراق بحسب بيان اكد ان الهجوم انتهاك سافر لسيادة اما اللقاء مع زعيم الحزب الديمقراطية الكردستاني مسعود البارزاني فحمل عنوان الموقف الواحد والمواحد في مواجهة اي اعتداء بالرد المباشر على مجال من خلال تشكيل فريق تحقيق خاص للنظر في حقائق الهجوم وتدعياته رسالة ينطق بها قادة العراق اليوم وحدة وواحدة في وجه اي عدوان على العراق دولة وسيادة وشعبا ورد مباشر على اي محاولة من شأنها تخريب المشهد السياسي والامني باللحمة والوقوف صفا واحدا اقوى من اي وقت مضى اشتركوا في القناة